وصلنا إلى المسألة الستون وتقول المسألة أن لدينا معادلة Y تساوي X للقوة N حيث أن X أكبر من سفر و N أقل من سفر أي من العبارات التالية تعتبر صحيحة وتعطي قيمة حقيقية لY إذن الأس يكون قيمة سالبة لكن الأساس عدد موجب سأقول لكم الآن وربما من ردة فعلكم ستقولون إيه إذا كان لدي أس سالب فلربما سينتهي بالأمر إلى عدد سالب لكن عليك أن تتذكر أن الأس السالب يخبرك أن تأخذ مقلوب الأس الموجب إذن هذا يساوي 1 على X للقوة سالب N إذا كانت سالب N أقل من سفر بالتالي ستكون N أكبر من سفر أليس كذلك؟ فيمكن أن تقول أن لهذا يعادل 1 على X قوة M حيث تكون M تساوي سالب M لكن M أكبر من سفر صحيح؟ إذن لا يهم إذا كان الأس سالب بشكل خاص إذا كان الأس موجب ذلك الأمر سينتهي بعدد موجب وسيكون الناتج كسور قيمتها صغيرة إذا كان هذا كبير بما فيه الكفاية ويمكنه أن يكون 1 على X للقوة 100 وسيكون عدد صغير جدا ويمكنه أن يكون قريبا من السفر لكنه دائما يكون عدد موجب إذن Y دائما ستكون عدد أكبر من سفر إذن الخيار هو الخيار الصحيح هو الخيار A لنأخذ المسألة التالية مسألة 61 وإذا كان X عدد حقيقي فأي من الخيارات تصف X؟ أي منها لا تساوي الجذر التربيعي لX حيث أن الجذر التربيعي لX أكبر من سفر إذا ابترضنا أننا نتعامل مع عدد حقيقية وإذا حصلت على عدد وهمي هنا فسيكون الصعب مقارنته بالنسبة إلى السفر إذن ما هو مطلوب مننا أن نجد المجال؟ ما هي قيمة X التي يمكن أن نضعها هنا ونحصل على إجابة؟ تعتبر منطقية لهذه العبارة يمكنني أن أضع موجب X هنا بكل وضوح ويمكن أن تكون X أكبر من سفر وسيكون لديها جذر تربيعي وجميع جذورها التربيعية أكبر من سفر أعني يمكنك أن تكون بتربيع طرفي المعادلة وتحصل على X أكبر من سفر ويمكن أن تصبح X تساوي صفر لكن التساوي في هذه الحالة تساوي في هذه الحالة لن يكون صحيحاً لأن الجذر التربيعي للصفر يساوي صفر فإذا وضعت X تساوي صفر هناك فسينجح هذا فإذا وضعت X يمكنك أخذ الجذر تربيعي للصفر لكنه لا يجعل هذا التفاوت صحيح إذن X لا يمكن أن تساوي صفر ولا يمكن أن تكون أكبر أو تساوي صفر ليست جميع قيم X تنجح إذن لا يمكنني أن أضع عدد سالب هنا إنه لا يوجد قيم لX أعني ويمكننا أن نضع أي عدد موجب وسينجح إذن الإجابة هي A الإجابة الصحيحة هي A المسألة التالية دعوني أقلب الصفحة هذا جيد حسناً لنأخذ المسألة التالية دعوني أنسخ وألصق المسألة هنا حسناً ها هي المسألة المسألة 62 وتقول مسألة أي العبارات التالية الصحيحة عن المعادلة التالية X تربيع تساوي الجذر التربيعي لX حسناً مرة أخرى دعوني أفكر بها قليلاً إذن X تربيع تساوي الجذر التربيعي لX بلا شك سينجح العدد واحد وينجح العدد صفر في هذه الحالة وإذا قمت بتربيع طرفي المعادلة سنحصل على X قوة 4 تساوي X إذن X قوة 4 تساوي X وX هنا تساوي 0 لكن إذا افترضنا أن X لا تساوي 0 فيمكنك أن تقسم طرفي المعادلة على X على X فتصبح X قوة 3 تساوي 1 والعدد الوحيد الذي أعلم أنه صحيح هو 1 لكن في أعلى أي حال المعادلة تكون دائماً صحيحة؟ لا ليست كذلك إذا وضعنا مثلاً 2 هنا في المعادلة فتصبح 2 قوة 2 تساوي 4 لا تساوي جذر التربيع إذن هذه العبارة خاطئة لا يمكن أن تكون X سالبة وإذا كانت X سالبة فسينتج عنا عدد وهمي وسيبدو غريباً جداً إذن هذه أيضاً غير صحيحة المعادلة الصحيحة هي العبارة الصحيحة هي العبارة C تكون صحيحة عندما X تساوي 1 أو X تساوي 0 إذن الإجابة الصحيحة هي C أتمنى لكم أن تكونوا قد استفقدتم المسألة التالية لنأخذ المسألة التالية الآن حسناً المسألة التالية لقد نسختها الآن سأكون بلسقها هنا المسألة التالية 63 63 وتقول المسألة يريد باسم أن يجد عدة أسماء عدة أسماء لشاشات مكونة من سبعة أحرف ويريد استخدام ترتيب ثلاثة أحرف في الأولى من اسمه بألف سين لهذا السبب هو اسمه باسم متبوعة بترتيب من أربع منازل من 1984 أي سنة ميلاده فكم اسم شاشة يمكنه أن يكون بهذه الطريقة حسناً لقد حصل على سبعة فكروا بهذا دعونا نفكر في كل شق الشق الأول هذا الخط العريض جداً الشق الأول نعين نعين العدد ثلاثة وأربعة وخمسة وستة ثم السبعة ونعين العدد واحد كم خيار يمكن وضعه هنا يمكن أن يضع ألف أو با أو سين هنا وبالتالي يحصل على خيارات مختلفة مكان العدد واحد إذن سأستخدم لوناً آخر لديه ثلاث خيارات مختلفة عند الرقم واحد وعند اختيار موضع الرقم اثنين حسناً أن يضعه حرفين متبقيان من أصل ألف وبا وسين أليس كذلك؟ إذن يتبقى لديه خياراً فقط وعندما يحصل على موضع ثلاثة يكون عليه أن يختار ما تبقى من الأحرف بألف سين إذن لديه خيار واحد فقط لكن عندما يصل إلى المنزل الرابع الاختيار من أربع منازل إذن لديه واحد وتسعة وثمانية وأربعة لديه أربع خيارات ثم في المنزل الخامس سيقوم باختيار واحد من الأربعة إذن يتبقى لديه ثلاثة منهم في المنزل السادسة سيكون اثنان خياران وفي المنزل السابع سيتبقى خيار واحد إذن نقوم بضرب جميع العناصر هنا نقوم بضربها إذن ثلاثة ضرب اثنان تساوي ستة وستة ضرب واحد ستة وأربعة ضرب أربعة وعشرون وأربعة وعشرون في ثلاثة اثنان وسبعون واثنان وسبعون في اثنان مئة وأربعون وأربعون ومئة وأربعون في واحد تساوي مئة وأربعون إذن الخيار الصحيح هو الخيار بي لنأخذ المسألة التالية وهي أربع وستون المسألة التالية حسنا إذن قمت بنسخها هنا والآن سألسكها القطار في قطار مؤلف من سبع قاطرات عربات مختلفة ومطبخ فإذا يجب أن يكون القاطرة في المقدمة والمطبخ يجب أن يكون في المؤخرة فكم طريقة يمكن أن يرتب بها القطار إذن ليس علينا أن نقلق من القاطرة والمطبخ فسيكون دائما في نفس المكان القاطرة في المقدمة والمطبخ في المؤخرة علينا فقط أن نهتم لأبرز سبع عربات المختلفة وماذا ستكون عليه إنها نفس المسألة الأخيرة إنها أبسط بقليل فلنفرض أن ذاك الموقع الموقع إذن واحد واثنان وثلاثة وأربعة وخمس وستة وسبع ولنفترض أن علينا أن نكرر أي عربة نضعها في كل مكان أو كم عدد خيارات المختلفة التي لدينا إذن لنفرض أن موقع واحد حسنا لدينا سبع عربات سنختار منهم إذن الاحتمالية هنا ستكون سبعة إذن ستكون سبعة وقمنا باختيار واحدة إذن ما تبقى لدينا هو ستة والموقع ثلاث سيبقى لدينا خمس عربات نختار منها واحدة وفي الموقع أربعة سيبقى لدينا أربعة والموقع خمسة ثلاث والستة اثنان وسبعة يتبقى لدينا عربة واحدة إذن لنرى إذن ما هو العدد واحد في اثنان تساوي اثنان واثنان في ثلاثة تساوي ستة وستة في أربعة تساوي أربعة وعشرون واربعة وعشرون ضرب خمسة تساوي مائة وعشرون ضرب ستة تساوي سبع مائة وعشرون سبع مائة وعشرون علي القيام بالمزيد سبع مائة وعشرون ضرب سبعة عمليات الضرب هنا على هذا الجانب سأعملها سبع مائة وعشرون ضرب سبعة وتساوي إذن تساوي سبعة في سبعة أو تساوي خمسة آلاف واربعون إذن لدينا خمسة آلاف واربعون طريقة إذن هذه هي الإجابة الصحيحة هنا الإجابة الصحيحة ستكون A لنرى الآن المسألة التالية حسنا لنرى المسألة التالية الآن ربما علي أن أمحو كل هذا نأخذ المسألة التالية دعوني أنسخها وألصقها هنا هكذا جيد إذن المسألة التالية 65 وتقول المسألة من بين عشر طلاف فإن تهاني وجميلة قد تقدمت لطلب رحلة إلى العقبة وطالبان من المجموعة سيتم اختيارهما عشوائيا يذهبا في هذه الرحلة فما احتمال أن تكون تهاني وجميلة هما الطالبتان اللتان تم اختيارهما دعونا نفكر بهذا لدينا عشر طلاب تقدمه بطلب للرحلة طالبان من المجموعة ستم اختيارهما عشوائيا للذهب ما احتمال أن تكون تهاني وجميلة هما الطالبتان اللتان تم اختيارهما حسنا دعونا نفكر في الطالب رقم واحد والطالب رقم اثنين ما احتمال أن تكون تهاني هي الطالبة الأولى وما احتمال أن تكون تهان هي الطالبة الأولى وتليها الطالبة الجميلة أو أن تكون تهاني هي الطالبة الثانية حسنا احتمال أن تكون تهاني الأولى لدينا طريقتين هنا أي أن تكون تهاني وجميلهما من تم اختيارهما أما أن تكون تهاني هي الطالب الأولى المختارة وجميلة الثانية أو أن تكون جميلة هي الطالب الأولى وتهاني الثانية فإذا وجدنا احتمالية حدوث هذا وحدوث هذا الاحتمال ثم يمكننا أن نجمع هذه الاحتمالات وبالتالي يكون لدينا احتمالية حدوث أي واحد منهما حسنا دعونا نقوم بهذا احتمال تهاني هو دعوني أقوم بهذا بلون مختلف لدينا عشر طلاب وسنختار تهاني أولا وعندما نختار تهاني أولا تكون احتمالية جميلة ثانيا حسنا الآن يتبقى لدينا عشر طلاب صحيح لأنه تم اختيار تهاني بالفعل إذن لدينا فرصة أن تكون تهاني هي واحد على تسعة إذن هذا يساوي واحد على تسعون أي لدينا واحد من تسعين ولدينا واحد من تسعون فرصة لحدث هذا ثم ما هي فرصة حدوثه؟ إذن ما هي فرصة هذا الحدث؟ حسنا هذا واحد من عشرة وهذا واحد من تسعون صحيح إذن لدينا واحد من تسعون فرصة للحدث وبالتالي ما احتمال حدوث أي منهما؟ هذا العنصر أو ذاك حسنا نقوم بجمعهم ونحصل على اثنان على تسعون ما يعادل واحد على خمس وأربعون إذن الإجابة هي إيه؟ ثم اشتركوا في القناة